بعد تعثر محادثات الهدنة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة واجتياح الجيش الإسرائيلي مناطق في شرق ووسط مدينة رفاحة بالجنوب ومناطق أخرى في الشمال يتوالى سقوط مزيد من القتلى والجرحى في مختلف مناطق القطاع وسائل إعلام فلسطينية أفادت أن قصفاً جوياً إسرائيلياً استهدف حي الصبرى شمالي القطاع أسفر عن مقتل شخص بالتزامن مع قصف إسرائيلي مكثف على مدينة رفاح جنوبي القطاع أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين كما أصيب عدة فلسطينيين جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مركزاً طبياً في مخيم البريج وسط قطاع غزة في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة خمسين من جنوده في اشتباكات على محاور شمالي القطاع وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة قد أعلنت الأحد مقتل ثلاثة وستين شخصاً وإصابة مائة وأربعة عشر آخرين في هجمات إسرائيلية على القطاع خلال أربع وعشرين ساعة ليرتفع عدد القتلى منذ بدء الهجوم في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى خمسة وثلاثين ألفاً وأربعة وثلاثين شخصاً إضافة لإصابة أكثر من ثمانية وسبعين ألفاً وسبعمائة وخمسين آخرين في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخين أطلقاً من قطاع غزة باتجاه مدينة سيديروت والمنطقة المحيطة بها في غلاف غزة وقال إنه أعترض أحد الصاروخين فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة